8 أبراج تفتح لهم طاقة الأموال بغمضة عينه بدون سبب وهم الأكثر حظ ونجاح وحب ورزق في 2024 الأبراج الأكثر حظاً في 2024 من خبراء العديد من خبراء الأبراج هم العقرب والأسد والميزان والحوت هي الأكثر حظاً في 2024 وأن يكون العام دوت لهم فرص للنمو والنجاح في مختلف المجالات أول حاجة عندنا العقرب يتمتع موايد برج العقرب بحظوظ كبيرة جداً في 2024 حيث يتوقع لهم تحقيق نجاحات مهنية ومالية كبيرة كما أن حياتهم العاطفية هتكون مستقرة وهدية الأسد يواجه موايد برج الأسد بعض التحديات في بداية عام 2024 لكنهم هيتجاوزوها بنجاح كما أن عام 2024 هيكون عام مليء بالأحداث السعيدة ومفاجئات الإيجابية الميزان يتوقع للميزان أن يكون عام مصمر ومفيد حيث هيحققوا وتقدموا في حياتهم المهنية والعاطفية كما أن عام 2024 يكون عام مليء بالسفر والتجارب الجديدة في الحوت يتمتع موايد برج الحوت بحظوظ كبيرة يتوقع لهم تحقيق نجاحات مهنية ومالية كبيرة كما أن حياتهم العاطفية هتكون مستقرة وهدية دلوقتي هنتكلم عن بتفاصيل أدق بقى عن الأبراج الأقصر حظا في 2024 أول حد العقرب يعني دعام مليء بالنجاحات المهنية والمالية والعاطفية هتكون مستقرة كما أننا قلت وهدية فالعقرب على الصعيد المهني هيكون لهم نجاحات في حياتهم المهنية ولديهم فرص كبيرة للحصول على ترقية أو عرض عمل جديد بإضافة لذلك في أنهم يتمتعوا بفرص تحقيق أرباح مالية كبيرة من المهم أن يكونوا مستعدين للاستغلال الكامل لهذه الفرص واتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق النجاح أما توقعات العاطفية للعقرب فمن أحيان العاطفية هتكون عام 20-20 مليء بالسعادة والرومانسية ويدخلوا في علاقات اليديدة مثمرة أو يتزوجون وتكون لديهم فرصة تعزيز الروابط العاطفية وبناء علاقات طويلة للأمد من المهم أن يكونوا مفتوحين يعني وجهزين لاستقبال الحب والسعادة في حياتهم أما الأسد فالأسد بيواجه بعض التحديات لكن هيتجاوزوها بنجاح ويكون عام مليء بالأحداث السعيدة والمفجآت الإيجابية وتمتعوا بفرص للنمو وتطور في حياتهم الشخصية والمهنية أما بالنسبة لتوقعات العاطفية للأسد ففي سعادة رومانسية ويدخلوا في علاقة جديدة مثمرة أو يتزوجون ويكون لديهم فرصة تعزيز الروابط العاطفية وبناء علاقات طويلة الأمد من المهم أن يكونوا جهزين من استقبل الحب والسعادة في حياتهم أما الميزان فهو طبعا عندهم هيتمتعوا بفرص للسفر والاستكشاف والتجربة الجديدة وكونوا تعامل مليء بالتحديات لكنهم هيتكون فرصة لنمو وتطور أما بالنسبة للعاطفة هيتكون برضو عام رومانسية وحب وسعادة وهيدخلوا في علاقات جديدة أو يتزوجون لكن وعندهم فرصة تعزيز الروابط العاطفية وبناء علاقات طويلة الأمد لكن برضو من المهم أنهم يكونوا جاهزين ومنفتحين لاستقبل الحب والسعادة في حياتهم أما الحوت عنده حدوث كبيرة زي ما قلت وحياتهم العاطفية تكون مستقرة وهدية فمن ناحية المهنية الحوت هيكون فيه تقدم كبير في حياتهم وفيه ترقية في وظيفتهم الحالية أو تقديم عروض عمل جديدة لهم لده أفل كده يكون لديهم فرصة كبيرة تحقيق أرباح مالية كبيرة أما من ناحية العاطفية فبرضو هيشهدوا سعادة ورومانسية في حياتهم وبرضو إن شاء الله يتزوجوا لهم مش متزوجين أو يدخلوا في علاقات حب وأهم حاجة يكونوا برضو جاهزين ومنفتحين لاستقبال هذه العلاقات الجديدة المصمرة ورزم يتكيفوا ويتحولوا مع الظروف الجديدة وممكن تواجههم ترجمة نانسي قنقر